أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء نقرأ الجزائر مستهدفة لأنها ترفض الانبطاح أكد أنها استعادت مكانتها وصوتها مسموع وشعبها سيد الرئيس تبون وجاء في هذا المقال حيث قال وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون النقاط على الحروف إزاء العديد من الملفات ذات العلاقة بالجبهة الاجتماعية والمجال السياسي والاقتصادي التي تشغل الرأي العام الوطني خاصة ما تعلق منها بالشق الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية في برنامجه الرئاسي كما أفرد مساحة واسعة للديبلوماسية والسياسة الخارجية مجددا بلغة صريحة مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضايا الدولية الراهنة وفضل الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية طمأنة المواطنين بصب الزيادات في الأجور قبل شهر رمضان الكريم وحرصه على محاربة المضاربين عبر إجراءات ردعية صارمة كونهم يتحينون في كل فرصة حلول شهر الرحمة للمساس بجيب المواطنين ويقول لأغراض سياسية ومؤكدا تصديه لهم إلى جريدة المغرب الأوسط الذي عنونا في هذا المقال القضاء على البيروقراطية الرقمنا كلمة السر الرئيس تبون يشهر سيف الحجاج ضد كل متقاعس في إنجاز المشاريع التلموية وحيث يقول هذا المقال تعتزم الجزائر شن حرب تطهير ضد الفساد والبيروقراطية وضد العديد من الممارسات التي كانت سببا في عرقلة المصالح والمشاريع لسيما وأن رئيس الجمهورية أعرب عدة تصريحات في عدة تصريحات له مؤخرا عن غضابه الشديد من هذه الآفات والتصرفات كشفا عن مسائل تأميم الرقمنات التي يعول عليها للقضاء على مظاهر الفساد والبيروقراطية والتي تعد من الآليات الضرورية لضمان النزاهة والشفافية لسيما وأن أي مؤسسة بإمكانها تطبيق الرقمنا في وقت وجيز حسبه مشيرا في نفس الوقت أن غياب الرقمنا فعل مقصود لأن من شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت تسهيلات للسياح القادمين إلى الجنوب الجزائري وزير الداخلية يكشف من جانات حيث دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد هذا السبت بولاية جانات يقول المقال إلى تقديم التسهيلات اللازمة للسياح الوافدين إلى المنطقة بهدف ترقية السياحة الصحراوية وأوضح الوزير الذي ترافقه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سميا موالفي لدى تقدمه مدى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسهيل دخول السياح إلى الولاية بمطار الشيخ أمود بن المختار في مستهل زيارة عمل شرع فيها إلى هذه الولاية الفتية يقول المقال أنه يتعين السهر على تقديم التسهيلات اللازمة للسياح الوافدين إلى هذه المنطقة ذات الخصوصية السياحية بامتياز لدعم جهود تشجيع وترقية السياحة الصحراوية جريدة الجمهورية عنونة 80% من الحافلات قديمة النقل بوهران تقول الناقلون الخواص يرفعون لائحة مطالب وضرورة تجديد الحضيرة وتهيئة المواقف لتحسين الخدمة وجاء في هذا المقال في الوقت الذي تسير خدمات النقل الحضاري بمدينة وهران نحو الأسوأ في ظل الفوضى العارمة للخطوط ولمسؤولية معظم الناقلين يقول هذا المقال وعدم احترام القوانين والغياب الكلي لمخطط النقل يواكب التغيرات الحاصلة في الإقليم الحضاري والعمراني يشتكي المتعاملون الخواص من الوضع الذي حال حسبهم دون تحسين وتطوير مستوى النقل بولاية وهران ومن ضمن أبرز المطالب التي يرفعها الناقلون الخواص تقديم تسهيلات لتجديد الحضيرة المهترئة حيث أن 80% من الحافلات تجاوزت المدة القانونية أمام عجز المتعاملين يضيف هذا المقال تجاوزات المدة القانونية واقتناء مركبات جديدة بسبب الغلاء وعدم توفرها في السوق الوطنية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا وزارة الخارجية تعلن متابعتها لقضية المعتمرين الذين قتلوا في مكة حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس السبت أنها تتابع بالتنسيق مع السفرة الجزائرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة حيث يات قضية المعتمرين الجزائريين الاثنين الذين قتلوا في مكة كما تقدمت الوزارة عبر بيان لها بتعازيها لأسرتين المعتمرين الجزائريين الاثنين الذين قتلوا في مكة المكرمة في العشرين فيفري الجاري وأكدت الوزارة متابعتها للقضية مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على ملبساتها وجاء في البيان أيضا وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تتقدم بخالص عبارة التعازي والمواساة إلى أسرتين الفقدين رحمهما الله في مقال آخر على موقعي النهار أونلاين أيضا نقرأ فيه الإطاحة بعناصر شبكة أنشأت فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره بدولة ليطوانيا ويتعلق الأمر بقضية جزائية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حيث وبعد سنة من التحريات المعمقة حسب بيان المديرية العامة للأمن تم توقيف عناصر الشبكة إلى موقع الجزائر الآن الذي عنون وزير الصحة يزور جرح حادث تيجدة حيث قام وزير الصحة عبد الحق السيحي رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو صباحة أمس السبت بزيارة جرح الحادث المروري الأليم الذي وقع بمنطقة تيجدة بالبويرة واطلع الوزيران على الحالة الصحية للمصابين الذين يتواجدون على مستوى مستشفى البويرة وعلى ظروف التكفل الطبي بهم وجندت الأطقام الطبية وشبه الطبية لتكفل بالجرحة كما تم تشكيل خلية أزمة للصهر على توفير كل المتطلبات الطبية وحتى المرافقة النفسية وقام وزير الصحة عبد الحق السيحي بتعزية عائلات الضحايا راجيا من المولى تعالى أن يتغمدهم برحمته الوسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان موقع الشعب أونلاين عنوانا تيزيوزو تتحضر للطبعة الثانية من المهرجان الدولي للجبن حيث برمج منظم الطبعة الثانية للمهرجان الدولي للجبن بتيزيوزو التي ستجرى فعالياتها من التاسع إلى الثاني عشر مارس المقبل بمقر الولاية سلسلة من المحاضرات المتبوعة بنقاش حول صناعة الأجبان وكذا زيارات إلى مزرعة لتربية المواشر ووحدة لصناعة الأجبان وفق ما أولم أمس السبت من المنظمين يقول المقال ويتضمن هذا المهرجان أيضا تقديم نتائج تحقيق حول استكشاف البقايا في الحليب والجبن فضلا عن محاضرات حول شبكة التوزيع في شعبة الحليب هيكلة الفاعلين والأداء الجماعي يقول المقال واقع الحال ومقترحات لوضع استراتيجية جديدة لتطوير شعبة الحليب والتدريب في مجال إدارة الأعمال سلوك وممارسة في خدمة تطوير المؤسسة إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الشرق للأخبار الذي عنونا مجموعة العشرين اتهامات متبادلة ولا توافق بشأن الحرب في أوكرانيا حيث لم يتمكن وزراء مالية مجموعة العشرين أمس السبت من التوافق على بيان ختامي بشأن الحرب في أوكرانيا وسط اتهامات روسية للأعضاء الغربيين بزعزعة استقرار القمة فيما انتقدت ألمانيا موقف الصين الذي حال من دون إدانة الغزو الروسي وقال وزير المالية الألماني البنوك المركزية لدول المجموعة قرب مدينة بنجالور بالهند أن عرقلة الصين لإصدار مجموعة العشرين بيانا يدين الحرب الروسية على أوكرانيا أمر مؤسف فيما قالت الهند في بيان أن معظم أعضاء المجموعة ينددون بقوة بالحرب في أوكرانيا ولكن روسيا اتهمت الأعضاء الغربيين في المجموعة بزعزعة استقرار القمة المالية عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول أوكرانيا من طريق الاستفزاز الأمر الذي يحصل بسبب التباينات إلى موقع روسيا اليوم الذي عنونا موسكو واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة لإفشال القمة الروسية الإفريقية المقبلة حيث قال نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل بوكدانوف أن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على إفريقيا لإفشال القمة الروسية الإفريقية المقبلة وأضاف تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا ومنع انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية في بيترسبورغ في يوليو المقبل وأوضح أن الغرب زاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الضغط على البلدان الإفريقية بشكل كبير عبر التهديد بالعقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية إلى موقع الانديبندنت العربية الذي عنونا ألاف المتظاهرين في لشبونة احتجاجا على غلاء المعيشة حيث تظهر الألاف من البرتغاليين في العاصمة لشبونة أمس السبت احتجاجا على ارتفاع الأسعار بدعوة من حركة حياة عادلة التي تضم جمعيات أحياء الضواحي ونشطاء من أجل الحق في السكن وقال المتظاهر في متخصص اجتماعي الأجور لا تكافئ الزيادة في تكلفة المعيشة التضخم مرتفع للغاية ونرى أن الأشخاص الذين يعملون يحتاجون إلى المساعدة للعيش وهذا غير مقبول ويطالب منظمها التظاهر يقول هذا المقال التي جمعت بحسب تقديرهم نحو عشرة ألاف مشارك خصوصا بمراقبة أسعار السلع الأساسية وزيادة الأجور واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الإجارات وأقصاط القروض العقارية ووصل معدل التضخم في البرتغال يضيف هذا المقال عام 2022 إلى مستوى تاريخي بلغ 7.8% مما تسبب في انخفاض بنسبة 4% في متوسط الأجر الحقيقي إلى موقع سكاينيوز عربية الذي عنونا فاجعة في سماء ولاية أمريكية قتلوا خلال مهمة إنسانية حيث تحطمت طائرة إسعاف في ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة ما أصفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة على ما أفاد مشغلها أمس السبت واختفت الطائرة على الرادار مساء الجمعة خارج بلدة ستيجوكش القاحلة قرب حدود نيفادا مع كاليفورنيا وفق ما أوضحت ريمسا هيك في بيان وجاء في البيان أن الطائرة كانت تقل ممرضة ومسعفا ومريضا وأحد أفراد أسرة مريض في وقت لم تؤكد بعد الظروف المحيطة بالحادث كيف تحطمت الطائرة فيما تضرب عاصفة تلجية كبيرة الساحل الغربي للولايات المتحدة ومساء السبت كان حوالي 100 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا بدون الكهرباء ختاما من موقع الجزيرة الذي عنونا سفينة ضخمة لإيواء متضرري زلزال تركيا حيث خصصت الحكومة التركية سفينة سياحية ضخمة لإيواء عدد من متضرري الزلزال في محافظة هاتاي وتحتوي على 400 غرفة وتتسع لأكثر من ألف شخص ويؤكد المسؤولون عنها أنها ستستمر في استضافة العائلات المتضررة إلى حين تأمين مساكن لهم وألقت وكالة الأنظول التركية للأنباء يقول هذا المقال الضوء على ما تبذله السلطات التركية من جهود حثيثة لإيجاد حلول سريعة من أجل توفير السكن لمواطنيها المتضررين من كارثة الزلزال جنوب البلاد وبالإضافة إلى سفينة الركاب الضخمة التي رست في ميناء إسكندرون بولاية هاتاي فإن سفينة أخرى ستصل الميناء نفسه وفق ما ذكره مسؤول بوزارة النقل والبنية التحتية في تركيا وبهذا الخبر مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم